كما حذرنا في الفيديوهات السابقة ياريت يا جماعة تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت من اليومين التلاتة اللي فات وحذرنا ان في تخريف مناخي او تطرف مناخي على الدول العربية والخليجية فعندنا النهاردة فيديوهات هنشوفها دلوقتي سيول تجرف قطيع كامل من الاغنام اعصار في دولة عربية سيول ايضا في دولة عربية بتجرف المركبات والسيارات في تطرف مناخي على جميع الدول ويمكن بعد يومين تلاتة او منتصف الاسبوع القادم هيبان حاجات اكتر ليه بقى يا جماعة لان في ارتفاع غير عادي في درجات حرارة البحار والمحيطات مما يترتب عليه تبخر كمية رهيبة من المياه او زيادة التبخر في المياه ويترتب عليه ايضا تكون صحب السوبر سيل والصحب الركامية وبعدها هنبدأ نشاهد السيول والامطار الغزيرة والرعدية وبعض الفيضانات في بعض الدول فالفترة اللي جاية فترة جماعة هتبقى يعني متطرفة جدا مناخيا وتقصيا خلينا نشوف الفيديوهات اللي معانا دلوقتي وقبل ما نبدأ دايما نفكركم بنبدأ دايما فيديوهاتنا باي يا جماعة ان احنا نقول اللهم نستودعك الارض وما عليها من ابرياء لان احنا مش عارفين حتى الان العلم عند الله وحده هل هذه رسائل سمائية لان انا مقتنع ان الله يرسل الينا بالرسائل السمائية الله يرسل الينا بالتحذيرات والانذارات حتى نتعز والله هو الاعلى والاعلم ولكن كل اللي علينا الالتجاء لله اللهم نستودعك الارض وما عليها من ابرياء ياريت تقوله امين ربنا يرحمنا من القادم ياريت تقوله امين مش هتخسر حاجة بل ممكن تكسب الكتير فاكتب امين دلوقتي في لحظة في ثانية يا اخي مش هتخسر حاجة كمان ما تنساش دوس على الاشتراك الزرار الموجود تحت الفيديو المكتوب على الاشتراك علشان يوصلك كل جديد مش هيوصلك حاجة مننا الا لو اشتركت في القناة تاني الاشتراك مجاني اقسم بالله العظيم الاشتراك مجاني فعشان يوصلك كل جديد في كل حاجة في كل خبر على وجه الارض هنقدر نجيبه ان شاء الله فارد تدوس على كلمة اشتراك تحت عشان يوصلك كمان انشر الخبر يا جماعة وشير اخبارنا الدال على الكير كفاعله تخلى وانت شيرت وده شير ومليون واحد قاله الدعاء ومليون واحد قاله امين كمان هتكسب ايه غير المعلومة هتكسب كتير فارد تشير هذا وما تنساش تدوس على اللايك دلوقتي ويلا نشوف الاخبار اللي معانا بتقول ايه هنشوف الفيديو ده مع بعض يا جماعة وتخيل هذا الفيديو انت شايف قدامي ده قطيع من الاغنام قطيع من الاغنام عاي بصوا يا جماعة بصوا الاغنام اكتر من خمسين رأس غنم اه السيول جرفتها الكلام ده فين انتو شايفين يا جماعة شايفين اهي الاغنام اهي الكلام ده فين ونقرأ الخبر نتيجة الامطار الغزيرة السيل يجرف قطيع اغنام بقى ادم وهناك فيديو طيب فين بقى الكلام ده برضو هنا ايضا نتيجة الامطار الغزيرة السيل يجرف قطيع اغنام بقى ادم وفيديو منذ اربع ساعات الكلام ده احنا بنكلمكم الان يوم تلاتين اربعة اللي هو موافق يوم التلات تلاتين ابريل اخر يوم في شهر ابريل اه وان شاء الله نبدأ شهر خمسة على خير اه والكلام ده في السعودية يا جماعة قطيع اغنام بالكامل وبيقول لك اه الرياض علي القحطاني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوصق سيلا بوادي العزيزية جنوب محافظة ادم يجرف قطيعا من الاغنام ضأن وازهر المقطع المتداول قطيعا من الضأن وسط السيل بعد هطول امطار متوسطة الغزيرة شهدتها محافظة ادم والمراكز التابعة لها ادت الى جريان الاودية والشعاب وفي اتصال اجرته صدى للمواطن صاحب الاغنام افاد بان اغنامه كانت تجبع بطرف الوادي حيث فاجأتهم سيول منقولة ادت للجرف ما يقارب خمسين رأسا من اغنامه وكذا كذا طيب عندنا ايضا في السعودية ده كان بتاريخ الامس تسعة وعشرين ابريل الفين اربعة وعشرين مساء ايه اللي حصل في السعودية السعودية جدار غباري يكتاح وادي الدواسر واعصار قمعي يظهر شمال مدينة ابهة ومعانا برضو فيديوهات هنا هذا الجدار الغباري وبداية الاعصار القمعي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو تظهر وصول جدار غباري اليوم الاسنين الى منطقة وادي الدواسر وفي حسابه على منصة اكس بينا خبير التاكس زياد الجهيني او الجهني ان موجة غبار النتا جات عن الرياح الهابطة للصحب الرعدية لافتن الاها كانت تؤثر في حينها على جنوب وغرب بالرياض وبأن مقطع الفيديو الموجة الغبارية الضخمة وهي تغطي سماء وادي الدواسر بينما استقر المواطنون داخل منازلهم وظهرت الشوارع الخالية ونشوف الشكل هذا لو عرفنا نجيبه مش هنعرف نجيبه للأسف عشان موقع اكس واحنا ما نقدرش نبس من موقع اكس ولكن نشوف طيب الاعصار هل واضح هنا هذا هو بداية الاعصار القمعي وبعده جات العاصفة الترابية او كده لماذا الناس متهونون بهذا الشكل الاعصاب يقترب والبعض منهم يتوقف امامه للتصوير وطبعا حاجات ابتدينا نشوفها غريبة في الاعصار بين انه قوي جدا يا جماعة مش يا دوبك زوبعة وخلاص وكده وطبعا ما نقدرش نجيب الكل علشان برضو حقوق الطبع وانش ولكن يا جماعة كل اللي احنا عايزين نعرفه اولا فيه تنبيه للسعودية واحنا جبنا التنبيه ده مبارح وتاني تحذير جديد ده مساء الامس 29 وبنتكلم على برضو اليوم والايام القادمة تحذير عاجل من الارصاد السعودية بخصوص طاقس اليوم وبقية الايام في رياح شديدة وعدم رؤية وصواعق راعدية والتحذير جاي باللون الاحمر يعني اللي هو اخطر انواع التحذيرات تحذير باللون الاحمر لمنطقة الباحة والعقيق والقرى والمندق وامكة المكرمة والمدينة الجو يا جماعة مش مظبوط تاني بقولها لكم في خلال الايام القليلة القادمة هتلاقوا في تخريف في المناخ او تطرف مناخي في معظم الدولة العربية والخليجية واحنا نزلنا برضو اول امبارح تحذير لسوريا وسوريا النهاردة بتعاني من اشياء كتيرة تحذير لمصر مصر هتشهد درجات حرارة عالية جدا جدا الايام اللي جاية بعد ما فيه حطول امطار العراق ايضا سيشهد هذا الاردن البلاد الشام فلسطين الكويت الامارات هتشهد تاني جريان فعندنا تطرف مناخي محدش قادر يوصل في ايه ولكن الغريب بقى في فيديوهات مش حضرة تحت ايدي دلوقت ولكن انا شفتها من وانا بصور يعني قبل ما اصور بدقايق اولا في الصين تغير لون الانهار منهم نهر كان المياه بتاعته كريستال لونه اتغير بالكامل وايضا في بعض الدول الاسيوية هروب مئات الالاف مئات الالاف من الزواحف والديدان وخرج من غابة بمئات الالاف مز يعني منظر غريب جدا فهو كأن الارد يعني تتهيأ لشيء عظيم فالله اعلم ايه القادم يا جماعة ولكن في اشياء عمالة تحصل وتتغير بالذات كمان في موضوع الكهرباء المغناطسية للارد والمجال اللي حوالين الارد وقوة الجزء في حاجات هنتكلم عنها كتير اوي اوي الايام اللي جاية بحضر لها عشان يجيب التوسيقات بتاعتها انا قاسم ولكن ايه اللي يحصل الله هو وحده الاعلى والاعلم عشان كده بنقول ايه اللهم نستودعك الارد ومن عليها من ابرياء وقول امين اوعى تمنع نفسك انك تقول امين لما يجيلك دعاء تاني حاجة جماعة انتظروني في القادم مهم جدا هنعمل بس مباشر النهاردة ان شاء الله تابعوني تقريبا تقريبا يبقى الساعة تمانية بتوقيت بتوقيت جمهورية مصر العربية تمانية مساء فاريت يا جماعة تتابعوني الساعة تمانية وهنتكلم في حاجات مهمة جدا دز الوقت على الشراك عشان يوصلك كل جديد عشان يوصلك الاشعار بتاع البس وكمان اعمل لايك قول امين على الدعاء شير وانشر الفيديوهات خلي الناس تتعز وتعرف ايه اللي قادم شكرا لحضراتكم وكان معكم فادي فكري من قناة سري للغاية فادي فكري والى ان نلتقي اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع اشتركوا في القناة